بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير منومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم في ذا خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار متين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا عظاما فكسونا العرام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لملتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سماء طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهب به لقدرون فأنشأنا لكم بهدنات من نخيل وأنما بل لكم فيها فواكب كثيرة ومنها تأكلون وشكرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدم وإنا لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطون وإنا لكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون وإنا لكم في الأرض ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله وعيره أفلا تتقون أفلا تتقون من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في أبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون قال رب انصرني بما كذبون قال رب انصنع الفلك بأحيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا ذا وفاعدت النور فاسلك فيها من كل زوجين إثنين فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك عليه فلك فقل الحمد لله الذين أجانا من القوم الوالمين أقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله بما لكم من إله غير أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكلبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا ميتم وكنتم ترابا وعظابا أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون هيهات هيهات لما توعدون ونحيا وما نحن بمبعوثين إنه إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال رب انصرني بما كذبون ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غفاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسولنا تترى كلما جاء أمة الرسول فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث وجعلناهم أحاديث فهردا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشعين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكلبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما موسى 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 وعديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسائع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم ويلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسائعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا وهم لهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجعرون لا تجعرون يوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبر القول أن جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون نبيه لجنة بل جاءهم بالحق وأكسوهم للحق كارهون ولو إتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أبيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معيضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير رازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في قغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا وأن ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل وغلوا إنها إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم سيقولون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون سيقولون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق قال قال على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون قال على بعضهم على بعضهم variety قال على بعضهم على بعضهم فعلا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحده الموت قال رب الرجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو طائلها ومن ورائهم بوزخ إلى يوم يباثون فإذا نفخ في الصور فلا أنسى فبينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عذنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا أمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا أو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم أبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفيح الكافرون وقل رب اغفر ورحم وأنت خير الراحمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر